مرحبا متابعين الحلوين. هلا اليوم انا بدي عامل طريقة الكبة المقلية والكبة المشوية على طريقتي. وطبعا هاي اكلة حلبية ونحن حلب مشهورين بالكباب. وكتير طيبين ومشاهيين. وان شاء الله هيك بتشوفوا المقادير تبعاتي وباعجبوكن. واصلا انا مقادير كتير سهلات وان شاء الله بما بصعبلكني ايها نطاور. بتحسوا ان هن اكل سهلة ومي صعبة. ويلا نشوف المقادير. وهي حشوت الكبة متل ما شايفين هلا هون اربع بصلات كبار فرمت. طبعا بصل انه بده يدوب مبضل هيك. وكيلو لحمة كبابة يعني. وعندي هون تقريبا شي 200 جرام جوز و100 جرام لوز. ومعلقة صغيرة بهون. ومعلقة صغيرة كمان فلافلة. ومعلقة كبيرة ملح. هدول دا احط. وهلا بدي افرجي كون بدي اقليون. هلا شعانت على البصل حلاته هيك تقلي شوية. نسيك تقليفين. شوية نشوف ميته صغيرة. بدي احط اللحمة. لحمة ما يمدهنة. متل ما شايفين دهنته كثير قليلة. هلا متل ما شايفين عم بقلي اي انا. بدي ارش هلا الملح والبهار. هاي الملح. سبتكم ما ترشو كلها ترشو شوي ودوق. هلا هي معلقة بس. انا راح ارش وادوق. بس البهار كله دا حطي. ملف لافلة. دا قلبة هلا معهن شوي طبعا الملح كويس يعني ازا حطيتو مع اللحمة مشان يخليها تتعجي يعني تأسرع باستواء. دا قلبة هيك شوي كمان. ونضلن قلبة لحتى تنشف ما يضللها ما يطاور يعني طبعا. مشان الكبه ما تفتح ما بصير يكون الا فيها ما يطاور. وكل ما نشوت تطلع قطيال اكتر. ايش في يعني هيك. مسلا طعمة اللحمة او شي كلها بتروح بالتقلية. اهم الشي تقلية اللحمة يعني. والله ايك انا عم بقلية قلت هيك يعني خطر ببري انو حطلها جنزة بيت. حطلها معلقة صغيرة شوفوا هاي المعلقة صغيرة. هيك معلقة صغيرة جنزة بيتعطيها نكرة طيبة. تريدوا معلقتين ما بأسر كمان. بروح ايش في هيك طعمة اللحمة وزنختها طبعا. شعر كونتو. اللحمة اللي هيك طلع لها اللحمة اللي هيك تطلع لها. شوي بتروحوا الجنزة بيت. خلا قدأ لكم قبل ما انو تنشف شوي. طغوا فيها شوي بسيط. اما تنشف منحط الجوز. الجوز. واللوز كمان. كان يتقلبوا معهم كمان. ياخدوا طعمي من اللحمة. تقلبوا شوي. انا ما رح احمصهم لاني هيك بدي ايهم. في ناس بحمصوهم بس انا ما بحب احمصهم. هو اصلا الجوز بتدك هذيك. بس هالله هيك اش بصير? مع اللحمة بتقلبوا مع اللحمة شوي. الجوز واللوز بياخد منطعمة اللحمة وهيك بهمتها شوي. والله هيك انا خلصت قليتها وطفيت عنها. وبيدي انا ليش ساويتها هيك اول يعني حضرت قوة شي اللحمة لاني قلت بحضر اللحمة بخليها تبرد وبحالله بتحضر البرغل. فارجيكم انت حضير البرغل. حالا هي البرغل. حالا ضحط انا كليان برغل. كيلو برغل اسمر وكيلو برغل اشقر. انا حطيت هيك اسمر واشقر بشان انو مثلا الالوان يصير يعني تناسبوا مع بعض لاني وقت القلي وقت تكون كله برغل اسمر. وقت القلي عم نقلي ايش بصير? بتصير الكبة مسا تحسيها هي شقرت بس هي لاني كله اسمر بتعطي غمائية تسمر اوام. بينما ازا حطيتي مثلا نص منها ونص من هذا تتعادل بصير شقرة بسيط يعني ما تقول انو تشقر كتير يعني. عفمتوا علي انتوا طبعا. وهنا هون هي كليان برغل مثل ما اقولكم. كليان برغل كاستين سميت. سميت مشاني ارمش. وابدي احطط له كيلو هبرة. يعني ما يهبرع. هلا اذا هبرع عام تكون يعني امكانية تجيبوا هبرة عادية. هبرة يعني خاروف. بس انا اصدق هالمرة دا عسلية بك هبرة الفروج. انا اكتر ايام بس هيبقى هبرة الفروج. ايام بس هيبقى هبرة العادية حسب يعني. هلا اي كيلو صدر الفروج. صدر الفروج هو بصير متل هبرة. متل هبرة يعني كتير كويه صدر الفروج. حطط لهن شغلة بصلتين. بشرتم بالبشارة العادية. بشارة الفجر. تنتين بصل. ومعلقة صغيرة بهار. ومعلقة صغيرة جنزبيل. معلقة او مص جنزبيل صغيرة. ومعلقة ملح كبيرة. والملح اختياري. وهلا مسلا انا انا ادعلكون اذا بدكم مسلا تعملوا بس كيلو برغل. مسلا مادة تعملوا كيلو يامتلي. مص الكمية طبعا. كيلو برغل مع كاس تسميت. مع ربع معلقة بهار. ربع معلقة جنزبيل كمان. ونصف معلقة ملح. وبصلة واحدة بتحطوه. نصف كيلو هبرة صدر الفروج بتحطوه. وهي كايمية. وهلا ده افرجيكم انشان ده تبله. هاي كيلو لكيتم. طبعا البرغل اللي اللي بيجي مخطون كونو نضيف المعقم. ما بيجو خاسل بشترو. يعني الكيلو مخطون بكون معقم. بس اللي بتجيبه وفرض. اجباري ده تغسلوه. انا هاد ما بيجو غاسل. متأكدة منه يعني. حتى يعني وراه مكتوب انه هو نضيف ومعقم. حطل السميد كمان. هو السميد مشان القرشة. مشان هيك يقر تقرمش الكبة طبعا. بالقلي. هلا دول هيك دقتابلون هيك مع بعض شوي. وحط كمان البهار. جنزبيل انا حطيتهم مشان الزنخة الفروج شفتوا يعني الفروج هيك شوي اللي يكون زنخة بسيطة متل اللحمة يعني طبعا. بتروح ما ما بضلل له شي هيك. قلب العجين انت عم تاكلوه ما تحسوا الطعمة زرخة او شي. هاي الملح كمان. والبصل والهبرد الفروج هلا ما ابدأ احطهم. اول شي ده انا هدول لحالهم. بعدين بس يستنقعوا بصير بقى بحطهم وبمهاكو مع بعض بعجنون سبب. هلا بدي احط المي. المي يعني شون بس انه تبللوه تبليل يعني ما تكتروه كثير. انا افرجيكم انا شوي شغلة شغلة. ما العيار لاني كل برغل. حسن في برغل بغب مي كتير في برغل ما بغب كتير. كل برغل شكل يعني طبعا. البرغل انواع. هيك انا ده ابللهم. انا بحط شوي بقلب. بس حسيتوا انه تبلبلوا كل البرغل. بتركيب بغطيه. بتركيلا شي ساعة او نص ساعة. انت خليها نص ساعة. انت خليها نص ساعة. انت سخنت مي طبعا. مي سخنة. هلا اللي ما مستعجل عليها. حط لها مي بيردي بلا سخنة. انا بدي مستعجلة عليها. حط لها مي سخنة. هلا متل ما شايفين هيك انا بلبلتة. بحركة كلها مع بعض. البوة كوية سمنيح يعني. شان الحبا يتفتح. وتفنش. هلا بعد ما انتع على البرغل. متل ما شايفين هيك يعني ضعف حجمه. والنفاش. هلا بدي احط الهبر الكيلو. هبرة الفروج. هاي البصل مبشور على البشارة. بدي ارشله هيك شوية مي. طبعا المي هيك فاترة شوية مي. ما يسخنة كتير عادية. شوية مفترة. هلا بدي امهاك هيك مع بعض كلها ياتا. هيك كلها بتمهاك هو سوا. هلا متل ما شايفين انا مهاكتها. بس قلدي امهاك قدامكم افرجيكم. حطيتها على الارض طبعا. على الطاولة واحدة ما بستحكي. وانا كنت اشعن بس هيك. كلمة هيك يعني احس انه بدي مي ارجعك التلائل. المي ما بدي تعيار. ما خرج عايركم هيها لاني كل البرغل شكل. هلا هيك انا هون بدي شوية مي قلت بخليها للاخير مشان افرجيكم. هيك وبمهاكة طبعا. هيك مكا بكون. هيك بطلوكم هاكو. هيك كمان ها. طبعا بدي مهاك لاني بماكينة ما بتعزب. بس هي لاني مع الايد بتتمها كوا شوي. تعزبوا شوي. بس تصير كويسة يعني طبعا. ها هي نص كيلو شحمة. هاي حشوة الكبة المشوية. طبعا بتعرفوا انه بدي شحمة. وهم معلقتين نعناق. ومعلقة قد بس فلافلة. ومعلقة هي صغيرة جنزبية. ومعلقة نفس المعلقة قاملة. كمان. هلا بدي افرجيكم شون بدي عجنا. هي بدي مي سخنة. ده سخلة مي انا. نحط له مي سخنة بشان شوي الدوب. بشان احسن هيك يعني اجبلها مع بعض. هاي المي كلها يعني اللي بتطلع منها دا كبة. بس انا بشان تتماسك مع بعض طنعجن كلها. وقطعها سي اقطع اقطع صغار. هلا متل ما شايفين هيك حطيت لها انا شوي قلبتها. فورا يدار الشلة. النعناق. عندها سيلا نعناعة كتير يعني. اطيط. وهي الدرس فلافلة. نعناعة كيفكن يعني بتكون تقللوا وقللوا كمان كما بتحبها. هاي الملح. هلا هيك ده قلبها مع بعض. زبتكن بيدكن انا تحس انه باليد اكواس كمان منها. ها هيك. حتى تتماسك كلها مع بعض. كتير طيبة بتطلع مع الدبس فلافلة والنعناع. كتير بيعطوانكها طيبة. هلا متل ما شايفين قطعت انا كلها ياتا هيك قطعتها صغار. وهي الميت طلعت بدي اكبها. هلا متل ما شايفين انا اخلت هيك شوي صغيرة منها. طبعا هني تحيططها وغطيتها بكيز شامات بس. كن شوي بشوي بشوي بفتح باخد شوي. وبس هيك الوجبة بوجبتها. هلا طلع وحطيت هيك. بشيلي هيك شغلت معلقة بس. هيك بس. وبحطط لها بخة مي. كمان. هاي المي حيطط فيها معلقة نشا. معلقة نشا وشوي تملح. هيك بس فخة صغيرة. وبرجع بمهاكة معها. هلا الطحين بساعد انه ما تشق شيء بالقلي. هيك. والاسميت انا اللي حطيته. بساعد انه الطل هيك يعني نقولها نقولها بعد ما نقولها يصل لها ارمشة. هلا هيك بتعجميه منيح. متل ما شايف هين هون. بس هيك حسيت تنشفت شوي بابل ايدي باللي ماي برجع بها. هكا هيك ها. هلا هيك تحفي. هلا بتجيب انا. نسك هيك. بقطع هيك وحطهم. هم. هرا راح فرجيكن انا شوي وبعدين كفية لحوالي. بس افرجيكن طريقة طبعا المبتدئين ما بيعرفوا. مشان يتعلموا كمان. هلا هيك عملتها. هم. ننسك هيك. نبللنا ايدنا بلت مي صغيرة. بدها نأيدي. وبدأ عبلا هيك. بعدين بجيب ايدي هاي بحط هيك وبكبس. افرجيكن ايك عمالي هم. عشان مع بعدي عشان نشوفو. طبعا هاي صير بالجوة بنكبس هيك شوي شوي. براحتها بتكبسوها. شوفو هيك ها. هلا هيك شوفو. سويتها ريئة. ما لها سميكة ما بصير تصير سميكة. بعدين بتكلها بتطلعي عالجينة يا مقاط واحد بياكلها لازم تكون ريئة. هيك وبمسكها. بحشي طبعا. اللحمة اختيارية بتكون تعبوها بتكون تقللوا عكيفكن. هيك هلا متل ما شايفين. بعملها وهيك بصير. بصير بلم هيك شوي شوي بلم. لحتة تسكر. بضل بلم هيك وبفتل. يدي هيك بفتح وبزكر. وهي بفتر فيها. هيك طريقتها. كمان الطرف الثاني بيزبطه كمان. هيك هي اسمها كبم الوازي. بغل هيك نقطة صغيرة همس دايك شوي. ها هيك متل ما شايفين هيك زاويتها. هيك شكلها. سايكم واحدة تانية كمان. بشان تشوفوا شون طريقتها. هيك. شوي شوي. ايدكن هاي الاصفع دي يصير من جوي يكبس شوي شوي. هيدا تبوز هيك مشان هيك تصير مبوزة من هون. هلا هيك صارت شوفوا رقيقة كمان. لو شقت من هون الله بنلم. يعني بتنلم وقت ننلمة. بطل بعملة هيك لحتة تلم. بلم وبكبس هيك لقدام. يعني بفتلة هيك وبكبس مشان يسكر اللي تم كله. هيك طريقتها. ها هيك. ها هيك. بدي يكون بوزة من هون شوي. ومن هون شوي بالنص من دعبالي. هلا بدي افرجيكم طريقة القراس. وهلا طريقة المشوية القراس. هيك دعم لون انا. بقى دعم لون واحدة واحدة طبعا تبلو ايدكن مية شوي. بدي عملو. مثل الطابات بتنعملو. حطهم هيك. ثلاثة من دعمة. ثلاثة من هون ثلاثة من هون. يعني ستة دعمة. ستة دعبولات. مثل الطابة. ثلاثة من هون ثلاثة. يعني ستة بصيرو ثلاثة. يعني وش وقفة. مثل ما شايفين هيك عملتها. تحطوا كيس من تحت. ما شفتوا قد الكيس حطيته حطيت له شوي مية تحته. مشان يلزق مية تحرك معي كل شوي. هلا بتجيبوا كيس تاني. هيك تحطوها هيك. ومجيبوا هي علبة البنادورة. مية البنادورة. وتحطوها هيك. تكبسوها هيك. تحكموها بنصتكم. هيك كبسة. شوفو هيك. كبسة. هيك. ها هيك. ها هيك. ها هيك. كون تحكموها بنصت. هيك. عبا كبسة. ها هي. ها هيك. تكمشو هيك. بتتمشوا هيك بتعملوها هيك. طالعوها شوي شوي. بتحطولها هيك. هي الشحمة. بنحط فوق لحمة. هيك طبعا. يكون حدا شوي ساعدكم مسلا. شوي لحالي. ها هيك تعملوها. ها تكبسوها شوي شوي هيت على بعضها. بتصيروا بتكبسوا. هاي لاني طلعتها لحالي. تحطوا ايدكم ماء. هيك ها. هيك طبعا. من كبسة. وتفتروها هيك هيك شان يصلى هون هيك. ينسد هون كمان. تمها هالطرف. هم. هلو هيك متل ما شايفين هيك صارت. هلو انسايت تانية. هم. ده حط انا هون واخدر. عشان اساعد. هسهل لحالي ما. لو لحالي يشتغل تساعد حالي. هلا بنحط هي هيك. وبحط فوق طبعا الحشوة عكيفكم تكترو بتقللو شون بدكم. هم. هي. بتعملو هيك بتكبسوا بالنص ما بتكبسوا بتكبسوا بس عطراف. خلوها هيك مقبئة يعني. ما بصير. كتير كبس كتير تعجن. بدلو بلاقي ايدكم ماي. هم. هم. متل ما شايفين هيك. هم. نحطها. سايركم واحدة كمان قدامكم. هم. احسن. اذا حيثين الشحمة كتير. هقللو عكيفكم. انا بحطها كتير لان هي مودة تنشوة. وقت الشوية كمان بتنزل تطلع لبرنا. مشان يضل على القلية فيها شوية شحمة. هم. كبسة خفيفة. هم. 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 هيك فتل. ما قلت لكم هيكة. عشان تطلع كلها من مساوات بعض ما محل محل مسلا هي كواطي محل عالي كلها متل بعض اطلع تسوها كويس ما تسدوها كويس شان وقت تتنشوها ما تفتح بالشاوي ان شاء الله بازن الله ما راح تفتح وإلى هبرة هلا هيك متل ما شايحين راح سايركم واحدة بس كمان هلا ده افرجيكم هاي المسلسات من سايا هيك كمان بفتحوها نفس الطريقة الفتح هديك اللي كبه المقلوزة قولوا لها كبه ده رويش طب الترويش هديك اللي بتصير بالماكينة الكهرباء قولوا لها كبه ده رويش تبقوا هيك طوال افتحوها بقالف تبع الماكينة هلا هيك عملتها هاي بتجيب هيك نصة بكسرها بحطها هيك هيك بحط اللي لحمة شوي بجيب هيك على بعض بسكر التم هي هيك كمان تسوي كمان لشاوي بلو ايدكم بلي بسيطة مو كتير بل كمان شكلها كتير حلو هاي بعد ما بتنشوها كتير شكلها حلو بس هي شوي من هدول وشوي من هدليك انا شوي قرص وشوي مسلسات يعني نص هيك نص هيك انا رح اعمل نص بشحمة ونص بس بلحمة مثل ما شايفين هيك اه ها شوفوا هيك انا رح كثي لحالي بورجع بفرجيكم بعد ما بساويهم كله هلا انا خلصتون كلياتون هدول دق شوي شوي وانا طولت الفيديو عليكم لا تراغزوني لاني تهي بدي اشغل لاني نجمعت للكبتين مع بعض كبه المشوي وكبه المقلية وهاي كبه المقلية بدي اقالية ويلا نشوف القليل هلا عم ببلش بقاليهم حميت الزيت عم بطبون شوي شوي الغاز وسط يعني لا عيلي ولا واطي هلا بدي اقالكم بعد ما طلعت هاي الوجبة هلا بتخلوها تيرجع يحمس زيت شوي وترجع وتحطوا الوجبة الثاني متل ما شايفين هلا عم بقليهم طلع عندي بس وجبة وبخلص فرجيكم مرحلة التقديم وهلا متل ما عم تشوفوا عم نشويهم على المنقل طبعا جوزي عم يشويهم كان الله يعطيه العافية يا رب وكتير هيك يقلبون يعني واتوا قفافة وهلا هيك حبايت خلصت كبتنا هيك كبه المقلية وسويتك جنبه كبه المشوية طبعا فرجيتكم طريقته وحطيت جنبه هيك لبن عيران يعني كتير طيبة ولو تشوفوا مع طيبة وشهية كتير هلا ده افرجيكم شونا لده قصة وافرجيكم من جواتا طبعا متل ما بتشوف شايفين هيك طلع ريئة ومارة سميكة منهم رقيقة طبعا سميكة ما طيبة بتصير مع الجنة وكتير طيبة وريحتها مقطيبة لو تشموا ريحتها كتير طيبة ولو هيك فيني ادواءكن هيك اندبواتكن هيها شخص شخص وهلا بدي افرجيكم الكبه المقلية شلون جواتا مستوي وطيب كتير طيبة ولزيزة متل ما شايفين كمان الريئة واللوز والجوز هيك عايتي طعمة كتير طيبة تجربوها ان شاء الله هيك ما بتندبو ان شاء الله هيك صحتين وهنا والله اذا عجبتكن كبتي وطريقتي ما تنسوني من الاشتراك واللايك وسلام